حقل كورمور الغازي أكثر حقل منتج للغاز الحر في العراق يسجل احتياطيا يبلغ 8 تريليونات و 200 مليار قدم مكعب يقع الحقل في شمشمال في السليمانية وتبلغ مساحته 135 كم مربعا ينتج الحقل 452 مليون قدم مكعب من الغاز الجاف وأكثر من 15 ألف برميل من المكثفات وأكثر من 1000 طن متري من الغاز النفطي المسالي يوميا ينقل حقل كورمور الغاز الطبيعي عبر الأنابيب إلى محطتي توليد كهرباء شمشمال وأربيل ويوفر 67% من كهرباء إقليم كردستان ونظرا لتلك الأهمية الكبرى والتي تحمل رؤية مستقبلية تتمثل بزيادة مستوى الانتاج فإن كورمور يلقى نصيبا من استهداف أياد خارجية وسلاح منفلت حيث يعتبر ورقة ضغط أو محاولة استهداف العراق في الإقدام على بناء مستقبله والازدهار في قطعاته النفطية والغازية سيما بعد أن وضحت إلى العلن خطط الحكومة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتحقيق أمن الطاقة في العراق ونظرا إلى وجود خطط واعدة لدى إقليم كردستان العراق في مجال نقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا إذ تحظى باهتمام دولي كبير في الأوينة الأخيرة في ظل تصاعد عكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية على قطع الطاقة في أوروبا وفي حسابات استهداف أمن واستقرار العراق فإن مراقبين وخبراء أكدوا أن عمليات العنف من شأنها أن تقوض جهود الحكومة الرامية إلى صناعة مستقبل عراقي أكثر نموا وأفضل اقتصادا وهو ما يثير كومة تساؤلات حول الجهة التي تقف وراء محاولات تطبيط تلك الجهود بذريعة مواقف لها ضد الغرب ترجمة نانسي قنقر